صباح الخير عليكم كل المتابعين من خلال صباح الشروق وينضموا لمتابعتنا الآن عشان ما يحصلوا معنا قطار عطبرة ويركبوا معنا القطار ونمشي مع بعض في السكة حديد ونشوف عطبرة الجميلة من خلال فقرة بلدنا حلوة خلونا أنول زي كتير ما شف عطبرة خلونا نمشي مع بعض من خلال كاميرات الشروق ونشوف عطبرة الجميلة ونرجع نستكمل هذه القطبان الحديدية يعود تاريخها للعام 97 و 800 و 1 كأول خط حديدي تمده القوات البريطانية تحت إمرة قائدها كاتشنر لتذليل مهمتها العسكرية الرامية لاستعادة السودان واسترداده من قبضة وباراث الدولة المهدية آنذاك لكن مع مرور العقود وتعاقب السنوات على هذا الخط الحديدي فقدت القطبان صلاحيتها لما استوجب تغييرها لتأمين ما سير القطارات عليها أبطال ملحمة تغيير الخطوط بصيانتها هم عمال الدريس بالسكة الحديد فهم رواد نهضة السودان ونمائه الحقيقيون وبهم تم مد جسور التواصل والانصهار والتلاقي ما بين أهله في بوثاقة واحدة وفق ذلك كله يرجع إليهم الفضل في إحياء يذوة النظال الوطني ضد المستعمر من أجل الاستقلال ولكن من هم عمال الدريسة؟ وما هي ما هامهم وطبيعة عملهم؟ وكيف وإين ومتى يؤدونها؟ وتحت أي تظروف؟ وما هي قيمتها؟ الإجابة على هذه الأسئلة لا تتأتى إلا ميدانياً خلال رحلة شاقة عبر الخط الحديدي وهو ما دفعنا لاستغلال هذا الأوتومبيل برفقة فريق متكامل ومتخصص ومولن بتفاصيل كل ذلك متوجهين من محطة عطبر ورئاسة السكة الحديد نحو جنوبي الولاية وعلى طول الخط الحديدي استوقفتنا مجموعات عمال الدريسة المنتشرين في مواقع خلوية وأخرى داخل المحطات وخارجها تعمل في جد وكد ومثابرة وتزاول عملها المعتاد في صيانة وتأهيل الخط الحديدي روح من الانضباط والمسؤولية والاحترام والانسجام تسود كافة مجموعة العمل التي يحكمها تنظيم متقن لعلاقات العمل طبيعة العمل القاسية والمضنية بفعل المجهود البدني الشاق والجبار أكسبت عمال الدريسة الصبر والتحمل وقوة الشكيمة وجعلتهم يتغلبون على قصوة الظروف ونص بعصى الترحال وبالإرادة الحديدية يلين لهم الحديد حين لا يفل الحديد إلا الحديد عمال الدريسة إذن بالسكة الحديد هم استثناء بين رصيد القاعدة العمالية لهم سمات مميزة ينفردون بها عمن عدهم تسودهم روح الجماعة في إنجاز عملهم عبر إيقاع حركي متناغم ومنسجم تدوزينه نداءات مجلجلة تجعل بفعلها وسحرها المحال الصعب ممكنا وتبث فيهم الحماسة وتولد من أجسادهم كوامن مخفية لقوة البدن وعزيمة النفس وعندما تثقل الأنفس بالرهاق ويتسلل الفتور للجسد يكون الشعر والتراث متنفساً معتاداً لعمال الدريسة نتنقل عبر الأتنبيل من محطة إلى محطة ومن جماعة عمال الدريسة إلى أخرى لكن لا تبرح الوجدان صور ومشاهد تموج بحركة العمل وتتردد في الآذان أفرادات ذات رنين وصداء مدوي كالفلنكات والبلنجات والتقليط والترصيص والواقع أن عمليات التأهيل أعادت البريقة والنشاط والحيوية لعمال الدريسة وأصبح من المعتاد رؤية الطرل اليدوي يجوب الصحارة والوهاد وعليه مجموعة الدريسة في برامج رحلاتهم على طول الخط الحديدي لكن بعد كل رحلة وعقب ساعات متتالية من العمل لا يجد العمل يحيى بدا من تثريب الملل والتعب ببعض الرميات من الدوبيت عمليات صيانة وتأهيل الخط الحديدي لا تتوقف ونلحظ هنا دورا أصيلا لعمل الدريسة بمعاونة الآليات الثقيلة والخفيفة وهو أمر رغم ما يحمله من مؤشرات تطور العمل إلا أن البعض اعتبره بالمهدد الأكيد لوجود عامل الدريسة مهارة تطبيع الحديد الصلب وتقويمه ليست كل ما يملكه عامل الدريسة لأننا وجدنا من بينهم من يغرط الشعر ويتذوق عمق ورانين مفرداته كل من ارتبط بسكة الحديد لا تغيب عن ذهنه قيم التكافل والطرابط والوحدة التي يجسدها عمال الدريسة أينما حل وكيفما ارتحلوا لذا تجيء شهادات المعاصرين من أهل السكة الحديد عن عمال الدريسة ناطق ودال على كل ذلك وصلت رحلتنا إلى خواتمها وانتهت دون أن نشعر بذلك مهمتنا مع أهل الدريسة ورفقتنا المأمونة لهم وبهم على الرغم من أننا أسرتنا تفاصيل وأسرار مهنتهم وخباياها وأخذتنا بعيدا عن شغلنا الشاغل في أحيان كثيرة لكن هناك قصة كفاح طويلة لم تنتهي بعد صيواص المشورها عمال الدريسة في صمت وتجرد ونقران للذات